اشتركوا في القناة هاتان هما العينان نستطيع بواسطتهما رؤية كل شيء من حولنا مثل المناظر الخلابة الأكل الشهي وباستعمال الأجهزة المكبرة نستطيع مشاهدة أشياء بعيدة عنها وحتى التي لا ترى بالعين المجردة حاسة السمع هاتان هما الأذنان نستطيع بواسطتهما سمع الأصوات من حولنا هل تسمع؟ إنها زقزقة العصافير كلما سمعت أصوات جميلة مثل مواء القط أو مزعجة مثل بوق السيارات فاعلم أنك تستعمل حاسة السمع حاسة الشم هذا هو الأنف نستطيع بواسطته شم العديد من الروائح سواء طيبة مثل رائحة هذا الكعك اللذيذ أو كريهة مثل رائحة النفايات حاسة الذوق هذا هو اللسان نستطيع بواسطته تذوق العديد من الأطعمة آه عندك تفاها كيف طعمها؟ لذيذة جدا باستعمال حاسة الذوق يمكنك التمييز بين الطعم الحار الحامض الحلو أو المر حاسة اللمس هذا جلد الإنسان نستطيع بواسطته لمس الأشياء وتمييز السمات الخاصة بها باستعمال حاسة اللمس يمكنك معرفة إن كان الشيء ساخناً بارداً صلباً أو ليناً سؤال وجواب حان وقت الحصاد ما هي وظيفة الأذن؟ سمع الأصوات رؤية الحيوانات أو شم الرائحات سمع الأصوات أحسنت ما اسم الحاسة التي تسمح لنا برؤية الأشياء؟ حاسة السمع حاسة البصر أو حاسة الشم حاسة البصر ممتاز بأي حاسة نعرف أن هذا الكعك حلو؟ حاسة الزوق حاسة البصر أو حاسة اللمس؟ حاسة الزوق جيد اشتركوا في القناة